اهلا بكم وتابعيني الحلوين اتمنى تكونوا بقى الف خير وانتو بتتفرجوا على فيديو النهاردة النهاردة بقى الفيديو فريد من نوع مختلف جولة في هوم سنتر مادينتي هتصور لكم احلى الحاجات الموجودة هناك بالاسعار من تقريبا جولة كاملة تمام بس لو الفيديو عجبكو وتحمستو للنوعية دي من الفيديوهات اكتبوا لي في الكومنتات وما تنسوش تحطوا لايك ولو انت او مرة تتفرجوا علي وتنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلوكو كل الفيديوهات اللي انا بعملها بصو اراوين داية سريعة في الاول كده عشان ايه احمسكو المكان هناك بصراحة يا جماعة طحفة هوم سنتر من الاماكن اللي انا بحب جدا اروحها وجبت مني حاجات كتير قوي ايام ما كنت بجهز وحتى بعد ما اتجاوزت بس كنت بروح فرع تجمع لانه كان اقرب لي فكنت بروح هو اي كا بس بما اني دلوقتي عزلت وبقى الفرع دا ابعد لي في مدينتي اقرب كتير فنزلت تمشيت وروحت ال اوبن اير مول وهعمل لكم احلى جول عايز اقول لك كمان انا بيكسي وديجافو عاملين عروض فوضيعة فوضيعة بجد بالاخص ديجافو فجبت سليبر من هناك حلو قوي كده ابقى وريهولكم ان شاء الله باذن الله في المستعبل تعالوا نبدأ بقى مع بعض بصوا من ارقى الاطقم الموجودة هناك هاركوا لحاجة بالاسعار دلوقتي ولكن بصوا الطبق ده والبولة بتاعته والكبيات والفناجين والاطباق المسطحة والسيرفيسات فضيعة يا جماعة الحاجات التانية بقى الزيادة ده طبعا لو عايزة مثلا تحطيه في نيش او كده يبقى شيك جدا بس ممكن تشتريه برضو فردوني يعني ممكن تاخذي فنجان مج طبق بولة كده فهمين ودي الميزة فيه وهوريكو ليه الوان تانية برضو رهيبة يا جماعة انا بحب البينك قوي بس اول مرة يبقى فيه مقارنة بين البينك والبيبي بلو والبيبي بلو يكسب بصوا رقيق رقة مش طبعية بس اعتقد ان الخط المذهب اللي حواليه داير ما يدور الجولد والسيلفر ده ما يدخروش غسلت الاطباق مش عارفة هل ده صح ولا غلط وهل فيه حد جرب ولا ما جربتوش بس بصراحة هو يستاهل شيك قوي 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 على الصفر فيه منه كمان الوف وايت ده او اللي هو سن الفيل بس يعني حاسته تقليدي شوية البيبي بلو احلى والبينك احلى بصوا يا جامعة بجد هناك فيه حاجات فلتات فضيعة وفيه حاجات اسعارها خوارق بصوا الازاز دي قد ايه شكلها شيك على الصفرة في عزومة شيك او في رمضان رهيبة تحط فيها العصير يبقى شكلها حلو جدا 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 بس انا حسن سعرها مبالغ فيه شويتين تعالوا نشوف الاخشاب هناك كل الحاجات الترند موجودة ثواني الثواني بتاعت السرير واي حاجة طلعت رند خشب من اللي بتتحط على الرخامة في المطبخ هاريك كل حاجة بالاسعار دلوقتي كل حاجة كل حاجة بصوا يا جامعة بصوا الثانية دي تقيلة جدا يا جماعة كوالتي حلوة اوي 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 ودي كمان بس بصوا دي 900 انا معرفش دي بتاعت ايه اصلا يعني انا معرفش هل دي بتتحطي كده كشكل مش عارف بصوا يا جامعة الصواني الخوص الفطار الصبح بقى وتحط فيها مفرش كده صغير او فوطة وتحط عليها الفطار رهيبة بس بجد اللي اجمد منها دي الصانية بتاعت السرير بتتفتح وتتقفل بـ 1200 انا مش فاكرة في ايكايا كانت بكيم يعني مش فاكرة زمان كانت بتبعها في ايكايا وما زالت لغاية دلوقتي بس مش عارف دلوقتي بكيم وبصوا بقى المكجات دي مكجات بقى كبيرة ايه للقطقم اللي انا ورادهالكو في الاول البيبي بلو والبينك والوفوايت الموجة اللي بـ 149 ده كنت جايبة منه اتنين اول ما اتجاوزت قبل ما اتجاوز عطول قبل الفرح بكم يوم تمام كنت جايبة اتنين بس كان لونهم بينك يعني موجه ده موجود من ساعتها ما بيتغيرش كان الموجه الواحد باربعين بس ربنا يحميلي جوزي يا رب كسرهم فده ولا يهمني عادي بصوا بقى بحب الحلة الاول اللي ملهاش ايدين زي الغطا كده تبقى كلها منها فيها كده الماتيري اللي بتاعتها بتبه حلوة قوي وما بتبهدلش ومش بطبوز بس دي جرانيت مش سيراميك الازاستين دول اللي اتنين مع بعض بـ 820 يعني واحدة بـ 410 بس الغطا بتاعهم يعني دول كانوا عندي الغطا بتاعهم مش بينضف بسهولة خصوصا بتاعت الزيت تعالوا نشوف اسعار التصوت 955 1165 1400 يا بلاش تعالوا نكمل كل دي بقى رفايع 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 بس دي استوقفتني مهم مقوي بـ 255 اللي اتنين مع بعض حلوة لازيزة الكسترات بقى بتاعت الاواعد الحاجات السخنة الحلال وكده 3 مع بعض اتنين مدورين واحد مربع بـ 500 ده حامل كده او ستاند بتحط عليه لما عارف لما تليجي بتعمليه اكل ويتبقي مش عارف هتحط المعلقة فين طلعي طبق طلعي طبق من المطبقية وحط المعلقة عليه مش مش لازم ندفع 650 جنيه اشان هحط المعلقة يعني بصوا بقى دي بـ 1199 بالزبط اهي ودي بتتحط على رخامة جنب الحوض وفي منها الستانلس الخشب طبعا طلعت رند جدا مطبخ التركي واحنا هنا في كل الدول تقريبا العربية وغير العربية ولكن هل هي كماتيريا الخشب تستحمل حاجة مبلولة ولا دي منظر ودي كمان اللي هي العياشة بـ 2000 كانت بـ 1000 على فكرة اخر مرة روحت فيها هوم سنتر كانت بـ 1000 ولكن هي شكلها شيك قوي على الرخامة بسحيتها مش كبيرة قوي لان فيه اكبر من كده كحجم يعني بغض النظر عن العلب مش هادين نخش في المتاهة دي تعالوا نشوف المنظمات هاواريكو شوية منظمات يا جماعة عالمية سيبكم من البلاستيكات البلاستيكات دي عندي انا عندي منها البينك برضو كنت جايباهم وفي منهم مقاس اكبر شوية من العليمين الابيضة بصوا دول سيبكم كل ده هاواريكم منظمات اكريليك رهيبة بس قولوني الاول دي بتاعت ايه اكيد مش تلج صح ولا بتاعت تلج عجبني انها سيليكوم بس مش عارفة بممكن تستخدم في ايه بصوا بقى منظمات التلاجة وهاريكم منظمات التسريحة وادراج التسريحة بصوا في منها اللي بيد وفي منها اللي من غير دي بقى لما تحط في التلاجة بالطول كده كلهم جنبه بعد حط فيهم خضار هتبقى فضيعة في واحدة لازايز المية اللي هي تانية واحدة عالشمال واللي بيد تحت دي رهيبة برضو للخضار والحاجات دي تحطيها في التلاجة الواحد بخمسمية خمسين ولكن في منهم خفيف وفي منهم تقيل بس هما بصراحة شكلهم بيبقى شيك جدا دي بقى منظمات بتاعت البقليات مكرونات عاتس درة الكلام ده في منهم اشكال كتير تعالوا نكمل هنروح فين دلوقتي هنروح فين هنروح فين انا بتمشى معيكو زي زيكو هنستكشف دلوقتي ايوه المنظمات بقيت المنظمات بصوا بقى دول بتوع التسريحة تحط فيها ارواج اكسيسوري اي حاجة حكتك تستخدميها فاضيعة يا جمعة شيك اوي 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 بصوا دول بتوع الادراج بقى ادراج التسريحة تحط فيها توج تحط فيها اي حاجة تحط في الادراج ولكنها رهيبة بجد رهيبة وفي منها تقيل في منها خفيفة المنظمات الشرابات برضو حلوة قوي ودي بتاع الزراير خرز حاجات كده برضو لذيذة ب300 ايه تاني المنظمات احلى حاجة في الوجود يا جماعة بتدي شكل حلو كده للا بصوا ديكو يا من منظمات دول كمان ده ب17 انما ده الكبير ده ب45 وربعين في الادراج بقى تحط فيها اي حاجة حتى في المطبخ بتنفع في الدولاب في الطويلت اللي بيبقى تحت الحود في الفريزر بينفع في كل حد تعالوا نكمل يا جماعة ايه رأيكم مستمتعين بالجولة بفسحكم معي الفوت مش ممكن اسعارها غريبة جدا بجد الفوتة ب390 ليه بس بصراحة انا جايبة من الفوت دي زمان اه لا عايشة وبتتغسل وطلع عينها حلوة قوي 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 سواء بقى بتشتريها للمطبخ او بتشتريها لفوت وش يعني او استخدام شخصي كده لذيذة تعالوا نكمل هوريكوا بقى الديسبنسر بتاع الطويلت بصوا يا جماعة الشيكة بصوا يا جماعة الشيكة طحفة اللي فوق عاجبيني اكتر اللي هما كريستال كده شكلهم ايه بيلمع فوضع عيبهم الوحيد لو وقعوا كسروا بس ولكن هم عندهم تشكيلة تقريبا كل الانواع علشان تليق على اي تويلت كديكور او الوان في كل الالوان اه ترابيزات المكوى لغاية دلوقتي وصلت 3000 جنيه اه مايعرفوش ان انا بكوي على ترابيزة البار وشلت ترابيزة المكوى فوق الدولاب والله ليه بقى انا اقول لكم ليه تقيلة قوي يا جماعة بفتحها وقفلها تقيلة قوي بجد فبكوي على الرخمة بصوا بقى دول الحاجات اللي بتتحط في الستاير يمين وشمال البلتكانة اه او المصورة او بتلف على السطارة نفسها تبقي عايزها تلمي السطارة كده بشكلها حلوة قوي الكوشنز بقى هناك احتاري واختاري فيه الوان كتير جدا 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 بس انا طبعا بما اني انتوا عارفين بميل للبيجات والقفويت والحاجات اللي هي الحادية السيمبل ف بيكسبوا بصراحة عن الالوان المبهرجة قوي دي سلحفها عندهم يا جماعة فضيعة الهاف ده ب1260 لونه فضيع بس ده سرير صغير اوكي 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 ما اقتنعت بيه وعايز اقولكو بيشوك والله العزيم بيشوك مالوش اي لازمة بجد حتى لو هقولكو شكل عالفادي لا مش شكل عالفادي ولا حاجة لان انتوا عارفين انا باهتم جدا بالدكورات والحاجات اللي شكلها شيك والحنتافة دي ولكن هو حتى مش مش شكل عالفادي ولا حاجة انتوا قصة مش بتستخدموه يعني بتحط مرة ولا حاجة وخلص تعالوا تعالوا واريكو حاجات احلى بصوا يا جماعة كاريسي امر امر بجدد تحط في البلكونة فضيعة المرجيحة انتوا عارفين عايش ايه المرجيح وعندي واحدة في البلكونة كبيرة بس دي صغنونة قوي القعدة بتاعتها بنتحت صغيرة طبعا دي فرد واحد انا اللي عندي فردين بس دي القعدة بتاعتها صغيرة فمش هتاخد مساحة لو بلكونتك صغيرة او لو عايزت تحطيها في قط النوم او في الرهيبة بس ب12000 اللي مش عارفة ممكن تروحي اسمه ايه بسم الله الرحمن الرحيم الله مصلي على النبي ميدان لا مش ميدان الجامعة او ميدان الجامعة الكربة ميدان الجامعة هناك في كل الاحجام والالوان والمقاسات وكل حاجة ولون الكسوة اللي انت عايزيها كل حاجة طبعا بتبقى ارخص من كده بكتير شايفين بقى هاوريكو شوية لمباديرات جامع لمبادير رهيبة رهيبة بجد انا احب قوي قوي الاضاءات اللي هي مش اضاءات السقف احب الاضاءات الخارجية بقى ابو جورة لمبادير الحاجات دي اعشقها فهواريكو دلوقتي كزا شكل منهم بالاسعار وهواريكو كمان بصوا الزرعة دي تقريبا اللي سعر الزرعة دي كان عسين اعتقد ذلك بصوا الزرعة هناك برضو من الحاجات اللي اسعارها مبالغ فيه جدا كزرعة صناعي مهما كان ماتيريا اللي بتاعته حلوة تمام اماكن تانية لا بيبيعه اقل من كده بكتير بكتير هي تباين الشجرة رفيعة ولكن هي بتتفرد يعني انتي لما بتاخديها وتحطيها بقى في باسكت من اللي هما بيتبعوا تحت منهم على طول في الخوس وفي زي الجرانيطة كده او حاجة وبعدين بتفرعيهم بقى بتشدي كل فرع كده بيبقى بعيدة عن التاني هي بتوسع عن كده بتجبر اهي دي اللي بقولكوها لها ممكن تاخدوه لها قاعدة كبيرة او صغيرة بغض النظر هي بتجبر بس برضو ما تستهلش السعر المحضوط عليها اعتقد ذلك يعني هو 4000 3000 وحاجات كده بس هي طويلة هي طويلة قويل يلا نكمل بصوا بقى الاباجورات واللمباديرات انا بحب اللمبادير اكتر من الاباجورة بس الاتنين اضاقتهم بحبها ما بحبش الاضاقة القوية قوي الا لو انا بلبس او لو انا بتصور او لو بعمل فيديو او كده بس دايما وانا قاعدة بميل الاضاقة الهادية اكتر بصوا بقى الاباجورات سواء تحطيها على في الانتري سالون قط النوم على الكمود في ليفنج براحتك بس هي بتمشي في كل حتة واللمباديرات اللي هي الجولد والسيلبر بقالها فترة بتالها موضة عن زمان الاخشاب زمان كانت ترند اكتر دي مواما عندها اللمباديرات الطويلة دي بس اخشاب خشب دلوقتي بقى طالع دول موضة اكتر دي بسبعة حاسية مبالغ فيها قوي بس الكواليتي بتاعتها حلوة عندهم كمان الاباجورات اللي هي بتاعت المكاتب شكلها كيوت جدا 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 بصوا بقى يا جميع البوهو ستايل من الحاجات طلعة ترند واي حاجة تخص البوهو ستايل موجودة هناك و انا لو بتجوز دلوقتي و انا اناه كزاس اناه اام لأ كنت هعمل بوهو ستايل في بيتي طابعا لكون basics بصوا بقى اعجبني قوي الماشايات او الدواسات قدام باب الشقة علشان الوانها صوخبة جديدة عجبتني السجادة دي دخلت قلبي بألفين للونها رائع انا بحب الوان ديудь بحبي بقى فيه ماتشنج ما بين البيج و الافوايت او الابيض دي مشاية مش 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 سجدة تعالوا نكمل بصوا برضو بقى بقى اهمية كبيرة بقى جدا لو انت بتجهزي البلانكت في قط الليفنج مهمة جدا يا جامع بتعوذي كده وتلب فيها حواليكي وتتكلفتي سواء بردانة من التكييف او في الشتاء مهمة بصراحة بدل ما تفضلي داخلها خارجة جيبيها من قط النوم هاتيلك واحدة شيك كده حطيها في الليفنج ممكن ترميها كده عرقنا بشكل كده عشوائي او ممكن تطبقيا وتحطيها في فيونة التلفزيون كده من تحت مشتبقين اسعارها كمان لذيذة بس المضلع عجبتني اكتر اللي هي الجري المضلعه كمان عندهم ستاير ستاير انا ببعشق الوفويت في الستاير الشفافة بعشقها رهيبة بتدي وسع للمكان وبتبقى مريحة للعين قوي قوي وانا بحب اللي هي بتبقى سادة شفافة فيها ورد نونو طبعا دي احنا كطموحات بنات يعني انما جوازتنا ما بيردوش بالسطرة دي لوحدها علشان ما تبقيش انتي متشافة من وراها يعني وده اسعاره يارب بتكونوا اتبسطتوا واستمتعتوا وتفسحتوا معايا واشوفكم في فيديو جديد ووي باي باي